طيب خلينا ناخد إسلا فريع من هاي زد واحد بعدين عندي وين زد اثنين هلا زد اثنين رح يكون زد اثنين بتفضحيه هون زد اثنين موجود هون فهي زد اثنين زد اثنين بهذا الاتجاه زد واحد بهذا الاتجاه إسلا عمودي عليهم رح نحط X1 فX1 حطنا بهذا الاتجاه هلا كان ممكن X1 يكون بهذا الاتجاه طبعا Y1 بده يصير حسب قاعدة اليمنى اللي هي X1 Y1 بهذا الاتجاه رح تنطيني زد اثنين هلا ناخد زد اثنين زد اثنين زد اثنين بهذا الاتجاه X1 و X2 نفس الشيء منطبقين على بعض هاي X1 طبعا هذا هو موجود فX1 و X2 بهذا الاتجاه هلا رح يصير عندي من X2 لزد اثنين هذا الاتجاه رح يصير عندي Y2 مظبوط هيك Y2 أه X2 ل Y2 فحطي أعطيني Z2 فهدول صاروا عندي هدول التنين طبعا هدول الorigines تبعتهم هي نفسها اللي هي بالنسبة لفريم واحد وفريم اثنين إذا نصار عندنا 0 و 1 و 2 هلا بالنسبة له من 2 إلى 3 هلا زم طلعنا من 2 إلى 3 الثلاثة موجود هون هاي الزد لثلاثة فهنا عندي Z2 و Z3 متوازيين وحطينا X3 بهذا الشكل هلا X3 صار بهذا الاتجاه هلا لاحظوا هون عندي من Z2 ل Z3 في عنا 2 ترانزليشن مظبوط في عنا حركة بهذا الاتجاه في عنا بعدين حركة بهذا الاتجاه راح تكون ماشي واضح يعني راح تكون عندي أظن D2 هون لأنه هاي اللي هي Z2 و Z3 وهاي X2 X2 و X3 مش بنفس الاتجاه ففي بينهم D3 وبعدين في راح تكون عنا كمان A A2 اللي هي ما بين Z2 و Z3 هلا Z3 حددناه بهذا الاتجاه حطينا X3 بهذا الاتجاه فصار عنا Y3 لازم يكون تحت بهذا الاتجاه هلا زم نتطلع على Z3 أنه هون راح يكون هاي Z4 Z3 و Z4 بتقاطع فX3 عموضي على اللي بيحتوي Z3 و Z4 هلا راح ناخد فيه هون رسمة بتبين هاي بشكل أوضح هون خليني أاخد الرسمة اللي بتبين هدول بشكل أوضح اللي هي القطعة اللي بتاعها هلا أخذنا القطعة النهائية اللي فيها 3 و 4 هلا لاحظوا هون هاي نقطة مهمة جدا احنا بالبداية مفكر 4 لازم يكون هون و ممكن يكون هون 4 مصبوط هاي وين بتلف حفت هيك وين مكان اللي بتاعه هون اوكي هلا كام ممكن نحط 4 هون بس الأسهل اني أحرك 4 وأحطه هون فبحبت أربعة هون يعني هاي الاكسس تبعه من هذا الشكل وانا بالنسبة لنا ما بيأثر فيه كونها انه هاي فيزيكلي بتلف عند النقطة هاي ما بيأثر فصال عندي أربعة هون وخمسة كمان راح يكون هون وستة هون كلهم بتقاطعوا بنفس النقطة هلا فيه شغلة انا اضافة ضفتها للكتاب بتتأكدوا منها الرسمة بالكتاب رسمة هاي دائرة وفي بداخلها نقطة هلا احنا تدائروا بداخلها نقطة ايش منفكر عادة؟ ممكنها طالعا من الصفحة بس هو طبعا ما حاكي هايك بالكتاب بس احنا ممكن نلتخن فأنا اللضفته وزبط اضيف وينكم في الكتاب بتضيف اكس هون لأنه اذا بنتطلع على اكس تري وواي ثري بهذا الاتجاه من اكس تري لواي ثري وين لازم يكون زد؟ داخل بالصفحة ونفس الشي بالنسبة لزد فايف بالنسبة لزد فايف وواي فايف نفس الشي من واي اكس فايف لواي فايف وين لازم يكون زد فايف؟ داخل بالصفحة في حين نقطة سؤال ما معلنا شبت اكس فايف عشان الماثمات اكس عشان نسهل اه عشان نسهل هلا هل كمان بتقاطع مش برنا نعمل هيك؟ خلينا نشوف هلا احنا قلنا زد فور بهذا الاتجاه مش هيك؟ وزد فايف بهذا الاتجاه لا بقر احنا كمان قلنا انه اكس رح تطع اكس رح تكون عمودية على البلين اللي بيحتويهم مزبوط وين زد فور؟ هاي زد فور؟ وين زد فايف؟ هاي زد فايف مزبوط فاكس فور رح تكون عمودية عليهم بس ما في اشي بجبرنا نحطها هون او نحطها هون احنا حركناها اظن بتسهلوا وإلا بصير عندي دي فور بيتحول لدي فور ودي فايف بصير في عندي تنين الاسهل اني ااخد رقم واحد فبصير اسهل للعمليات الحسابية اللي صار عندنا هون في عندي اكس فور واضح ليش زد فور هون ها؟ انه هاي بتلف بهذا الاتجاب فزد فور موجودة هون زد فايف وين موجودة؟ هاي ها هاي اللي هون بس زد فايف داخلة بالصفحة حسب الكونبينشن اللي موجود هون فصار عندي زد فور وزد فايف وين البلين اللي بيحتويهم؟ هذا البلين عمودي عليه اكس فور واكس فايف اكس فور واكس فايف منطبقين على بعض وطبعا واي منلاقيها من هلا من اكس فايف ل اكس سكس ايش الاختلاف بين فايف و سكس وين زد سكس؟ زد سكس هون لانه هاي بتلف حولين نفسها فزد سكس هون وين زد فايف؟ زد فايف داخل بالصفحة مشهر فالاكس بديكون عمودي على البلين اللي بيحتويه متين فاخدنا اكس سكس فلاحظوا اكس سكس و اكس فايف و اكس فور كنا منطبقين على بعض اوكي ماشي واضحة هاي هلا